طيب أنا عسل حراتك سؤال إحنا سألنا في بداية الحالة للجمهور وعن نسترد مشاركات الجماهير بس أسألك الأول مين أفضل لاعب ظهر في مباراة الأهل وأرلندا؟ أنا في وجهة نظري الوجهة نظري الشخصية أنا شايف إن رامي ربيع رامي ربيع طيب تعالى بقى نشوف رأي الجمهور قال إيه لما طرحنا السؤال على السوشيال ميديا وهل توقعات الجمهور بتتوافق مع توقعات الكابتن فاتح مبروك ولا؟ طيب حازم بيقول الشناوي حارس مرمى النادي الأهل ماشي نشوف تعليه تاني معنا أحمد بن عمر بيقول ريدا سليم ده تعليه تاني محمد محمود بيقول الشناوي سارة بتقول ياسر إبراهيم محمد بيقول الشناوي مصطفى بيقول أقرم توفيق شنودة بيقول ياسر إبراهيم محمد يسري بيقول ريدا سليم كان ممتاز نتمنى منه الاستمرار إن شاء الله حدش اتفى خالص يا كابتن فاتحة عندنا ستين سبعين مليون مشجع ومدرد في نفس الوقت بس أنا أنا يعني برضو رامي من اللعيبة اللي بتوجيه دلوقتي أصبحت نهاردة في دفاع النادي الآلي نهاردة مميز بصراحة عندنا ستين مليون مميز نهاردة في درابات السابتة اللي لنادي الآلي بيطلع نهاردة برضو في الحدد الدفاعية هذا كويس جدا جدا نهاردة في تخطيط الجانب الأيمن نهاردة إذا كان فيه نهاردة فيه تطور في الجانب الأيمن في النحاء الهكومية بيرغطي فلا أصبح رامي رامي نهاردة من الخبرات الكويس جدا جدا في دفاع النادي الآلي يا جماعة لما كابتن فاتح عمروكي تتكلم على الحدد الدفاعية فلازم على طول تقول أمين وراه يعني